كان بودنا تكون معنا مونة غانم نائب الرئيس تيار بناء الدولة لؤي حسين لكن الذي منعته صدات سوريا من أن يسافر من دمشق رغم دعوة الخارجية الروسية له لكنها تدرت في آخر لحظة بكل أحوال الآن سأتكلم عن بلدة خربة غزالة كما عهدتمونا في كل حلقة نتكلم عن هذه المدينة التي تخضع تحت سيطرة القوات النظامية هي على الطريق الدولي دمشق عمان شمال شرق مركز مدينة درع حوالي 17 كم تبعد عن دمشق حوالي 90 كم تعتبر البلدة ربما مركز ناحية وتتبع لها إداريا قرى الكتيبة وعلمة والغرية الغربية والشرقية تسيطر عليها القوات النظامية كانت سببا باعتقال وعدام على فكرة العميد أو العقيد أحمد النعمة قائد المجلس العسكري في المعارضة المسلحة على يد جبهة النصرة أنه هو سلمها والحقيقة كما ذكر كثيرون أن هناك خلافات الألوية والمجلس العسكري هي السبب في سقوطها بيد النظام اللي سقطت هي في تمام الساعة سبعة إلا ست دقائق بتاريخ 12.05.2013 مساء يبلغ على السكان خربة غزالة حوالي 19.000 نسمة يعود أصل التسمية على فكرة خربة غزالة بعد أن كانت ربما ممرا وملجأ للغزلان المهاجرة حيث كانت خرابات البلدة هي البيوت القديمة المهجورة مكانا لمبيتها ونسبة لذلك سميت البلدة خربة الغزالة بعدين درجة خربة غزالة خرجت أول مظاهرة من البلدة في 2011 23-2011 تعرضت لست حملات عسكرية ضخمة جدا من القوات النظامية بلغ عدد المعتقلين من أبناء هذه البلدة ما يقارب 250 معتقل أغلبهم تم إطلاق سراحهم وما زال يقبع في معتقلات النظام السوري ما يزيد عن 45 معتقل منهم معتقلين منذ أكثر من سنتين ونصف سقط على البلدة ما يقارب 9000 قذيفة تنوعت بين قذائف مدفعية وراجمات صواريخ ودبابات ما لا يقل عن 50 غارة جوية بالميك والمروحيات و 6 صواريخ أرض أرض الموقع الاستراتيجي هو نعمة ونقمة على البلدة قديما وحديثا على فكرة أخليت بلدة خربة غزالة من سكانها بشكل كامل مرتين المرة الأولى أول مرة هي زمن الاحتلال الفرنسي حين قطع ثوار حوران حينها سكت القطار على القوات الفرنسية في محطة خربة غزالة عام 1920 فيما سميت بمعركة المحطة أو معركة خربة غزالة وأخليت البلدة من سكانها على إثرها بشكل كامل بعد غارة جوية من الطيران لاحتلال الفرنسي حينها الثانية أخليت بعد 93 سنة 2013 خلال معركة اسمها جسر حوران التي قطع فيها الجيش الحر أو قوات المعارضة المسلحة طريق الدولي وتعرضت البلدة لهجوم عسكري كبير من جيش القوات النظامية سمر لمدة شهرين تحت القصف العني في الطيران الحربي والمروحي والصواريخ والمدفعية انتهت في 12.05.2013 بسيطرة جيش النظام على بلدة خربة غزالة وعلى فكرة هذه الصور التي تشاهدونها القصف قبل قليل هي صور بالأمس والكتيبة على فكرة بشكل كامل هذه المنطقة وما زالت حتى هذه اللحظة مع قوات النظام وخالية بشكل كامل من السكان بعد تحويلها لمنطقة عسكرية مدمرة ومحروقة ومنهوبة قتل حوالي 94 قتيل خلال أربعة عوام سجل وفاة شخصيا من أبناء هذه البلدة غرقا في البحر خلال محاولتهم لجوء إلى أوروبا 2014 سجل سقوط ما يقارب من حوالي 80 جريح من البلدة غالبيتهم من قوات المعارضة المسلحة يتوزع معظم أهالي خربة غزالة المهجرين داخل سوريا على 8 بلدات في ريف درعة ونسبة قليلة على فكرة في مدينة درعة وفي دمشق بلغ عدد العائلات في ريف درعة ما يقارب 1852 عائلة في الأردن وصل عدد العائلات اللاجئين فيها بما يقرب من 1700 عائلة منهم 335 داخل مخيمات اللجوء قامت قوات النظام بتفجير ما يقارب 45 منزل في خربة غزالة بـ 15-1-2014 حيث تم تسويتها بالأرض وذلك حسب صور الأخمار الصناعية ناهيك عن الكثير من المنازل المحروقة التي لم تظهر وإنما يشاهدها أهلها من القرى المجاورة للبلدة أخيراً وضع لغاثل لخربة غزالة وضع سيء جداً بعد أن هجر كامل أهالي البلدة خرجوا من بلدتهم لم يحملوا معهم أي أمتعى وما شابه إنما خرجوا بأولادهم وأنفسهم أشهر معركة هي معركة جسر حوران كتيبة عسكرية تقع شرق بلدة خربة غزالة أي بين خربة غزالة وقرية علم تعرف هذه الكتيبة باسم الكتيبة 49 دفاع جوي وهي تابع اللواء 38 بصيدة الذي سقط بأيد المعارضة المسلحة من زمان وتلقب بكتيبة الموت وباختصار شديد هذا هو الوضع في خربة غزالة أغلق الاستراد الدولي 8-3-2013 لقطع الإمدادات عن اللواء 38 في صيدة وهناك كتائب عديدة تمت سيطرة أيضاً عن اللواء 38 بصيدة بـ 2013 بعدها حاولت القوات النظامية اقتحام بلدة غزالة والقصة معروفة للقاصي والداني من أبناء هذه المنطقة في مدينة فيه حوران وهناك أيضاً قصة معروفة لقضية خربة غزالة تسببت باعتقال جبهة النصرة لأحمد النعمة وبعدها قال كما ذكر للغد العربي رئيس المجلس العسكري أو قائد جيش اليرموك بشار الزعبي أنه تم إعدامه بعد يومين أو ثلاثة من اعتقاله